كاميرا إذن كان عدد تحية لكل أحرار اللي كيتابعونا اللي كيشوفونا اللي كيسمونا وتحية خالصة لكل ناس اللي كيف يفهمونا الرسائل دينا مش ملغومة فهي بالواضح إحنا كنتكلمو على ناس اللي ما كتحتار مش ناس عندها أقدمية في الدفاع على الحريات على الهوية كل إنسان ولو أن ذلك الإنسان المعني بالأمر اللي تعرض للهجوم ربما يقدر يسامح في حقه ولكن الأحرار ما كان سامحوش في حقوق دي البعضيات فما يخدوهاش الناس مسائل شخصية نحن ما كان بغيروش نشخصنا الأمور ولكن في هذا الموضوع بالضبط أنا شخصيا والخوت اللي معي غنشخصنا واحد الإنسان اللي كان نقول لكم إنه هو الكابران الكابران اللي في ألمانيا يعني الصوت الوحيد المعبر على القضية الأمازيغية وعلى الحرية وعلى المعادات العلوية هو الوحيد اللي كيمتواجد السعق وكأننا نحن نحن نفايات نحن نفايات نحن غير نحن نخور ولكن هو اللي عنده عنده الإداعة الجمهورية عبر العالم والناس اللي ما زال ما فهمات شارك يدير تجيل ديال فيديو في اليوتيوب كي عيد الناس في الواتساب وكيقول لك سننطلق إداعة الجمهورية المعترف بها وكما مع المناضيين داك النهار حين وقعت الواقعات كيقول لنا البطانت عنده البطانت راديو ديالجمهورية البطانت سيكون بركة في الصح وعنده البطانت ديال بي بي سي عنده بوحده وحنا معدناش فتحية خاليسة هذا هو الإعلام المصطنع يا حميد حليقة تعطيك أولا أزول أزول كل أحرار أزول مرة إمازيغا من المجان والأحرار كاملين هذا هو يعني مزيغا من الموضوع هذا هذا الشخص هذا هو الإعلام المصطنع والموجه هذا الإنسان يعني يسيء كيسيء الأمازيغية هو لا يدافع الأمازيغية أولا المدعو هذا الإنسان الذي قلت الكافرة هو اسمه الحقيقي هو اسمه عبد السلام أو عبد السلام الخزني المدعو ببيتر هذا يعني أنه لا يدافع الأمازيغية قط الأمازيغية كيستعملها قنطرة بشيوصل بعض الأهداف دياله اللي غادي نجيو لها بعدين هي أهداف يعني يعني ديال مجموعة ديال الناس اللي بغت توصل مستقبلا بغت يعني توصل وتمارس الديكتاتورية يعني تبدل الديكتاتورية بديكتاتورية أخرى إذن هذا الإنسان لا علاقة له بالأمازيغية إنه أنا كي نقول لك لأن هناك يعني بزار ديال التساؤلات منطقية يعني الأحرار اللي كي يسمعونا يعني يخدموا عقلهم ويستعملوا المنطق ويفكروا واش هالتساؤلات صحيحة أم تجاوزات أو يعني على هذا الشخص العالم الأمازيغي موجود وراءه دائما موجود العالم الأمازيغي يعني امتقل إلى ألمانيا وهناك عالمين في ألمانيا والعالم الأمازيغي إذن هذا الإنسان دائما يشوه الأحرار في القناة دياله التي يدعي بأنها راديو هي قناة الإلكترونية ويشوه دائما الأحرار ويوجه الأحرار على حساب يعني أفكاره هو ما يعطيش حرية تعبير للإنسان بالنغم بأنه بكل الناس مع التشكير الصحيح يعني مع الحرية مع الديمقراطية مع التغيير مع تغيير هذا وكي سميه نظام أنا أسميه استعمار هذا الاستعمار الملكي للأرض أنا أسميه استعمار إلى أقل التاريخ هذا الإنسان يعرف بأنه استعمار يعني ذلك النظام لا علاقة له بذلك الأرض نجعل لماذا هذا التناقض الذي يوقع عليه هو أنه العالم الأمازيغي وراءه ويبدأ بكلمة أزول وهذا قناة يسميه راديو قناة الأمازيغ الأحرار الأمازيغي كذا وكذا يعني يستعمل هذه المصطلحات فقط كقنطرة بشي وصل أهداف دياله الشخصية وهي معروفة لأننا نحن نعرف بأن بعض أو أغلب الفيديوهات دياله أو التسجيلة دياله كيدافع على هشام العلوي هشام العلوي هو جزء عنصر من القبيلة العلوية أو ما يسمى بين الأسرة العلوية إذن هو جزء من هذا النظام ينتمي لهذه القبيلة العلوية إذن كيف أنت تحارب طبعا يحارب النظام يعني كان عاش فيه هو وكان يخدم هذا النظام هذا عبد السلام البخازني كان يخدم هذا النظام إذن هنا يحارب أجزاء من هذا النظام ويدافع في التسجيلة دياله أي إنسان يدخل الفيديو دياله يعني يسب هشام العلوي وحتى بعض الأصدقاء ومجموعة هؤلاء يسب هشام العلوي يقول له هشام العلوي خط أحمر لغادي يسب لي هشام العلوي هذا كان أره ديالنا غادي عاوننا غادي ساعدنا وكيف يوعقها مش كي تقبلوا العقل أنت تحارب نظام الملكية الملكية فيها عناصر موجودة في السلطة ومجودة وعنصر خارج يعني هجر من طرف عناصر اللي كتحكم دماغ إذن كيف أنت تكدفع على عنصر من عناصر الملكية وتقول بأنك جمهوري كيف جمهوري وتدافع عن مصطفى أديب اللي هو كان عسكري وهرب ثم من مصر الفرنسا قاك يدافع وفي الآخير يعني طاح نفس المصيادة أصبح يهين الأمازيغية لا يدافع الأمازيغية يهين الأمازيغية وخصوص الريفيين يعني له تصريحات كثيرة ضد الفيك الأمازيغي أو الجمهوري الأمازيغي لذا هؤلاء كيدفع لهم ونفس شيء قال في تشجيل دياله بأن هذا مصطفى أديب خط أحمر تكلموني تكلموني عن الهلكية تكلموني كيف وش رحنا هذا إنسان يعني شفته غير يعني يعني حتى في الجولوس دياله أمام الكاميرا يعني إنسان أولا يعني السلوكية دياله أرى ما توصلش لواحد المستوى اللي غادي يمثل شي حاجة أول كيفتقير الثقافة يفتقير التعليم يفتقير كل شي هالشيقع اللي كي يقوم به أرى كي يصرقه من هناك وله عنده رابط كبير مع هشام العلوي هو اللي كيصخره ومصطفى دي كيصخره باش يتهجم على الأحرار النقطة الثانية اللي بغيت نقول سمحوا لي لات تقول هذه النقطة النقطة اللي بغيت نقول هو أنه يعادل أحرار انتراقا من الولاء دياله الهشام مولا هشام لأن الأحرار متمسكن بالهوية الأمازيغية ومتمسكن بالجمهورية الأمازيغية والآن هو يدافع عن الناس لكي يعادلوا الأمازيغ والأحرار الحقيقيين الأمازيغ الحقيقيين مثل تشفي هناك يدافع على تشفي يعني تنتوا ليا الأحرار وخدموا عقلكم هناك يدافع على تشفي ميرانو تكران بتسجيل هده وكيدافع على مصطفى دي بهذا العسكري الخبيث اللي راب ده راب معسيد هشام في أمريكا وكذلك كيدافع على ملهجة إذن هؤلاء كلهم يعادون الأمازيغ والفكر الأمازيغ الجمهوري إذن هذا الإنسان ليس بأمازيغ لا يدافع عن الأوية الأمازيغية بل يستعملها كاقنطرة كاقنطرة ما شو سب أجل دكريل كنقول أخي وأستسمح على المقاطعة دكريل كنقول ليس كل من يتكلم الأمازيغية فهو أمازيغي وليس كل من يتكلم الدارجة فهو ليس أمازيغي لأنه لا تحتلوش الفرصة أنه يتكلم باللغة دياله لأجداد دياله حالات كثيرة وأنا منها فالناس اللي بعث وأنتم لم تتعرف هذه القادية بأن ميؤوس منها أن بزاف الأصوات رهن في الجهة الخورة ديال أديب ديال أديب وهذا الشاوش هذا الكابران وكانين الناس خورين رح نتابعين هذي شي أتاومات حميد سمح لقد عدرت على هذا المقتل هي مهمة غدغن نعاكم على هالشي اللي يقول ديال ديال كان بزاف أصوات اللي كي طلعوا وكي هضروا بالصوت كي لسقوا في هذا النضال هيدا ولكن كيصبحوا كي ضروا كتر بكي نفعوا هذي شي علاش حنا ديال خسنا ضروري فهذا النضال اللي كراكاين ولي دبا من وحد خمسين ولا سبع سنين دبا بني بدأ هذي الصوت الجمهوري كي طلع في البلاد ديالنا وفي الشعب ديالنا خس ضروري خس يمتنا شي واحد باش هذك اللي غدي يمتنا يولي علينا الرئيس ديال النضال الرئيس ديال حركة السياسية الرئيس ديال الصوت الجمهوري وهو اللي غدي بقى وهذك الناس اللي غدي بقوا اللي يحكموا في هذا النضال هم اللي غدي بقوا يختاروا شكون يخضر بإسم النضال ويخضر سجد دبا احنا عدنا المشكل مع هذي الناس لما كي ما اخضرتو توم على هذي عبد سلام ولا بيتر سمرح دبا هذي هذي كيفال حمار حمار ماشي سبان ولا ما عندوش تقافة سياسية ما قريش ما عارف والو غي كي خبز هذي سكايب جالو والناس كي سمعو له هذي والأغلاط هذي والخطر الناس كي سمعو له هو غي كي 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 عاود نفس القصة وكي خبز ما عارف لا السياسة لا والو حاجة وحدة اللي كي دير اهم زيانة هو كي سب هذي محمد سري اما شي حاجة اخرى ما كين اش ما كين لا شي طريق ديال شي شي خط سياسي ولا شي شي حاجة اللي كتسمى برنامج ولا شي حاجة وما كين والو آخ لها احنا خسنا تومة حامل خسنا ندير وحنا هذا الرئيس يكون على الرأس من النضال باش ميبقى وش هذي بغازيت هذي بغازيت بحل هذي عمسلام والاخرين وهذا بولهم هشام اللي حتى وبغي يدخل الناضال وهذا الحاشرات هذي اللي كانوا يأكلوا يشربوا وكرشوا معامرين من من أرزاق الموساكن وليتما وليم يدخلوا زعمة في النضال وهذا ربي منهم حتى يأكل حتى يغمس معهم وخا كان غي كابرا وركن معهم في الآخر وبجب هذه تاقافة دي الدكتاتورية تاقافة تاكلو تاكلو تاحماري لا يتعرف يتكلم لا يجعل لي يتكلم يجي يتما ويبقى يخبز عليهم تما وصابت ماذا بلصاب هنا الحوريات الآخر للمنت اعطت له جوز فرانك وراء يستغل هذا لكي يسيب الأحرار ويجدير هذا لذلك لماذا نريد نسد البيبان على هذا الحمير الذي يضر يضر النضال قدر من ينفعه صحيح 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 بالتاليس بالإضافة هذا الذي تكلم عنه عن السلام المخازني المدعوب بيتر هذا كل الفيديوهات التي تصفحته الفيديوهات كاملة تلقى فقط قصص على حياته يعني كيف كان مخازني يعني يضر ويجول في كل المراطق دي البلاد ويعبث فسادا ويتهجم على البنات الفقيرات اللي يعني الممثال يعني بأخبث يعني كلمات يعني هذا كان يمثل السلطة هذا كان يمثل الهلاكية سيدو حسن الثاني ومحمد حسن الثاني إذن هذا كان يخدم السلطة كدرجة رائم الشعب كيف يعقد الآن موجود قبل ما كان في اليونان هرم اليونان ولا موجود في الدفع في ألمانيا طالب اللجوء السياسي والهروف دياله في لبنان كان الأحرار اللي كانوا معاه في علاقة أحرار بكل المناطق أو بكل المناطق ديال أوروبا وأمريكا كانوا كيخافوا عليه باش يوصل بأمان وبسرية إلى ألمانيا عبر لوتريش النمسا ماذا حدث الناس أو الأحرار كانوا خايفين ديه وقوكي يتصلوا بديه هل هو وراء في أمان وراء ما زال السرية ديه يعني قائمة هو من يوصل بذلك ينتقد في الأحرار ويقصوا بالأحرار أنهم يتجسسون عليه شوف هذا الإنسان في وصل في الخوف لأن عاش في ثقافة ديال تنخزانيت عاش في ثقافة ديال الرعب ثقافة ديال الشوارع المناطق اللي كان يحكي عليها مشان عسله ومشان دارله ومشان شراب ومشان شراب ومشكي يعني تصف هذه وتعد وهذه كده يعني شوف يعني وش هذا هو اللي غادي يحمل مشعال ديال النظار أبدا أبدا أنا ما كان تصوى شهده إذا شوف هذا الإنسان يعني تهجم عن الناس اللي كانوا يخافوا عليه أقرب وإله اللي كانوا في ذلك الوقت من هرم المليونان الألمانية تجمع وتنكر لهم وسبهم وتهم شوف أخويا أكسس أستسمح أنا عندي إضافة أخرى أنا هنا سنقلب الموضوع الجهة الأخرى الجهة الأخرى اللي إحنا وقفنا معها شخصيا وانتم معايا على الاعتداء اللي وقع لها فإذا هذه الجهة تسامح هي تسامح وقالت بأن أوكي راني ما عندي مشكل مع الإنسان را تضر الإنسان يرجع للتسجيل وتسجيل راكين في اليوتيوب بأن يا أخي المعتداء عليك بلا من إسم بأن الإنسان قال لك حياتك مدر تيوال وانت تزنزن تطبل نفس الكلام تعيده هذه إيهانة النضال ديالك هذه نورمال ما هذه يعني إذا كان سوء تفاهم نقدر ننساه نقدر نقول أوكي تحير ولكن مني تقول لي إحيات كل وانت قد تطبل نفس الكلام وما تقول تحج فهو ضرب نضال ديالك أسمح لي نقطع عنك غنا 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 أعطي القراء ديالي فهذا يوقع مع عزوز أنا غني نسمي ما ما عدي شي مشكل الناس كاملة عارف عش كون هو عزوز الاحترام الإنسان اللي مكان غمش نقول وفا وكان عندي مع الاختلاف في الراي ولكن الكشيرة طبيعة ديالإنسان ما غنيش بالعدم دي ما يتطبق مع آخر ولكن هاد شي القراء اللي بغيت نعتي عنه هاد الشي توقع مع عزوز ومع هادك الكافرات أنا كيف اللي وهذا غير رايد يالي الشخصي باللي عزوز اليوم هاد الشي فكرة كما كيسميها المخزن فكرة عزوزية فكرة الأمازيغية الفكرة الهوية الأمازيغية وهذا الشي كله دبا هاد الشي كي تضر المخزن وما مخزن ما بغيت يسمع شي حاجة اسم الأمازيغية وهذا الكافران هذا الدور دياله هذا كيف اللي عنده الوامير مش الجي هذا كيف اللي مجي هاد هذيك المصطفى عادي ولم العرب وما هذيك الجي العروبية يجي ويقول له انت غادي تهز البلاصات العزوز بس عزوز يتبحى بيبقى هذيك الهضراء على الأمازيغية غادي تهضروا على الزمهورية المغربية على الزمهورية العربية هذيك شيني علاش شبرا سب عزوز وقال هذيك عزوز لأنه يبقى يهضر بهذه الهضراء التي يهضر عزوز ولكن يبدل الأساس أمازيغية تقول الزمهورية مغربية هذيك هذيك الخرايا التي يبدأ لها صحيح صحيح هذا ما قلت أريد أن نضيف في نفس النقطة وأنه طبعا لأنه موجه يعني كان موجه من طرف ناس عندهم المال وعندهم كذا سيدو هشام وكان موجه من طرف أديب والناس أخرين مجموعة كبيرة لأنه مجموعة كبيرة عندها مشروع بقيادة هشام العلوي إذن كما قلت كي يسكت الفكر الأمازيغي النظار الأمازيغي الفكر الجمهوري الأمازيغي يسكتو ويبقى هو اللي غادي يحمل لأن علاش كما قالت أمات حميد يعني أنا كنت طرح علاش الآن هذا المدعو أبسلام المخزني علاش الآن تهجم على شخص يعرفه إنسان إنسان كي يعرفوه كي يقدروه يعني يخوت وكذا لسنين لسنين وهذا إنسان ركال في الروم 2008 كان سيبر عدمي باش نعقل هذا نعقله مزيان كان عزوز أول مرة افتح الروم في البال وكان هذا سيبر أغدبين كان علي الهروشي كذلك وكان سانطا بإسم آخر وكنت أنا موجود ذكره باش نذكره لأن الذكره تنفع المنافقين باش نذكره مزيان إذا علاش الآن يعني أنا سمعت ذك تجيل يعني واحد واحد الإهانة كبيرة يعني بصراحة وهي هنالك كبيرة هنا ما شغل في الإهانة هو التنقض اللي وقع فيه قل لي بأن هذا القناة هو يسميها راديو قناة ما يخصيش تسمع فيها الألفاظ الألفاظ الجنسية أو الكلمات الجنسية وانا كان طرح التساؤل الأحرار اللي كيسمعونا هل هذا عبد السلام المخازني أو الدعو بيتر هل هذا من خلال تسع سنين يعني القناة اللي افتحها كان كيسب من ألفها إلى إليها من البداية إلى الفيديو ساعة ونصر كان كيسب من السمطة لتحت ماشي من السمطة من السمطة لتحت كيف يعقل اليوم تبدل لا أرى هل أنيسا يوتيوب رتصلت به بشير رجعوا لي هل هذا السبب وش احنا أولينا أغبية للدرجة هل يوتيوب انت كنت ضد يوتيوب أنيسا يوتيوب اللي عندها صوت كنت ضدها وكي يعني كت تخاصم مع يوتيوب لا أنا أسوب من السمطة حتى الآن لقد رأيت أنتا يعني كتراعي بأن يوتيوب يعني ما تسمح لنا وهذه خانات الهب احترامة ودولية ودولية وراء الناس في البيوت كيسمعونا احنا ميخصوم جيسمعو هذ ريافة كيسمعو و ريافة ماشي نجيل الريفة او الريف انا كريفي انا كريفي يا يا بيتر او العسلام الخازني انا كريفي جمهوري استقلال يا اسمعها مزيان انا كريفي جمهوري استقلال حر لك انتمي لا حزب لا جمعي استرزاقية لا جماعة لا 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 اي حل انسان حر ما عارفش غيرت تحرر الارض يلي وتكون كيان سياسي امازيغي ديموقراطي علماني عاد نقدر ننتمي الحزب ننتمي للجمعي الانسان اي حاجة كيكون عندك كيان سياسي لهذا باش نقول الريف اكبر منك باش تكلم باش تبقى دير الريف كموضوع تسجيل الريف اكبر منك لو كان الريف يهمك هارهم تم الجمهوريين الريفين حداك حداك عش ما خرجتش وتناظر معاهم في الميدان عش ما بجيتش تجمر معاهم ها في المناسبات هم دائما يحيون المناسبات دخلوا يعني الهموم تعريف هؤلاء الأبطال جمهوريين الريفيين أحرار دخلوا الهموم تعريف لكل أسرة ما الشغل في الريف لكل أسرة في العريف أمور الريف الآن أصبح معروف بسبب نظام وحتى الضيبات التي يفضح فيها هذا النظام أو هذا الاستعمار العلوي بهذا الأرض إذن الريف بعيد عليك رجاء لا تتكلم عن الريف تتكلم أول عن المنطقة التي تنتمي لها حاول شجعهم يخرجوا هم الميدان هذا الريف يشجعهم يخرجوا نحن نحن نريد الوحدة شجعهم الكلمة التي تسجل أشير إلى الناس التي من المنطقة موجودين في أوروبا وأمريكا وأستراليا وإيجاد لهم نتكرك على نقطة مهمة لا يحضر على الريف لا يحضر على الريف كمنطقة السجعة لا يحضر عليها لكي يصبها ولا يطيح منها ولا يطيح بالقيمات هذه الأحرار للقدم الضحية لا يريد أن نسو هذا ومع العينين ولا لا يسمع ولا يطيح من المنطقة من المنطقة من المنطقة في الألمان كل مرة يحضر الوقفات وإحتياجات يحضر كثيرا للمناسبات التي تجامع ويحضر ويحضر المتحدة الفرنمان الأوروبي هاتشي عمره ما يجبدو ديما يحضر على هذه المطالب اللولة ديال هارلي زياد الحراك في الحسيمة ديما يطيح بالريافة يقول مطالب خبزية هاتشي هذا ولكن علاش دبا هاد النفاق وعليش هاد الكدوم هذا كيف اللي باغي يطيح بالريافة وعندو الأوامير باش يطيح من ذا الريافة صحيح صحيح ذاك الخطاب كان موجه كان موجه هذا الخطاب ديال ويش يقول يعني مطالب خبزية إنه علاش لأن المستمع الإنسام يسمع التسجيل ديالو يأخذها يعني بجد يعني لأنه لاش هو كيجمع الريفيين الخوانة واللي كينتميوا لأحزاد مثل مونيب ومثل ذاك الإلياس اللي راه هرب الإسباني ذاك إلياس القزم اللي بغير يبيع الريف السيدو الهم هذاك الحز اللي تكون في القصر خرج من رحم من القصر هادو هما الخوانة الريفيين سواء البيولوجيين ولا المستوطنين ثم كلهم هادو هما الخوانة تعرف أما الجمهوري عليش يخلط ما بين الجمهوريين لأن هذو الخوانة هما اللي يتلبون مطالب خفزية الآن ما يبقى هاش مطالب خفزية انتهى الحراك شوف المخزني انتهى الحراك الريف انتهى مات الآن هناك حراك جديد حراك جمهوري استقلالي أمازي هذا هذا هو الحراك الآن حاليا اللي كتعيش في 2020 أما الحراك انت الخبز 2016 حراك الخبز والماذلة يعني انتهى يعني ندخلوا فيه الخوانة والعبيد هما اللي ساهموا باشي تحكم فيها راتا كيتحكم فيه دفع المخزن إذن احنا يعني العقل دي النبسيط الناس كلهم الآن حاليا كيف يفكروا وسياسيون وحتى هم عندهم كيدروا تحليل الوضع السياسي والاجتماعي والتقافي لهذا يعني رجاء ما تكذفش بقنا ديرك ويانا عندي واحد لإضافة لسمحتولي باش نختمو هذا الحوار جميل هو انا باش رجع للقادية دي المحمد جلول واحد الإنسان اللي اختارينا احنا طواعية لم يفرد نفسه علينا بل أن المواقف دياله فرضات علينا أننا نختاروه كإنسان مدافع على الحريات وعلى الأقل الأقليات على حقوق الإنسان بشكل عام يكون عربي يكون قاعد يكذف في سائل المكون لديك شعب المغبون فحنا يعرف الناس بأن لا نقدس أحد الرمشي غندير وحنا بحينا رسول وغنشوف عوتاني في القمار ولا نحن نعترف بالضحية ديالو وإحنا كردة اعتبار ليه أنك نعطيك المسؤولية لفترة ما ومشي بوحده ما زالين يطلعوا أحرار أخرين يشاركون مع اتخاذ القرار نحن نقول هذا هو نظام ديكتاتوري أمازيغي هذا نظام ديمقراطي إنساني أمازيغي فجلو نعتبره وجه من الوجوه اللي ارتحت لها الأمازيغية وكنقوله مرحبا أهلا وسهلا بك ومشي زكيات ومتحاملها بشي كتقول احنا دابا تعرف بالتاريخ ديال البشرية ديال إنسانية بشي مجموعة ديال الفكرة السياسي لك تجمع الناس لا لا بودا مخصو واحد يمثل هم ما نقدروش حنا نزيد هكذا قدام إلا بقينا مشتين ونخلي المحلولين والصراج المحلولين باش يدخلوا الخوانة ويدخلوا البلطاجية ويدخلوا هاد الناس هادو كما هضرنا عليه باش يبقوا يقولوا الفكرة هي هاد كما تبقى تغيير ولا تبدل صحيح نظن أخوتي عفكم نظن بين الحقنال تقريبا ستعود 20 دقيقة إلا كان شي واحد عنده شي إضافة مخبا بي أنا بغيت نقول أولا شكرا أول الناس يسمعون الأحرار يسمعون المنطق والعقلانية العاطفة لا أساس لها يعني في التحليل إذن النقطة التي تكلمت عن جلول ذكرت جلول أنا معك فكرة لك أنا معك أزكي جلول لأن إنسان يضحى بالكثير ضحى خمس سنين من انتفاضة أنا اسميها انتفاضة نوفمبر عشرين وما وخرج التحق الحراك لتحق الساحة في الحسيمة يوميا يخرج كنظر وينديد وحتى الكلمات كلمات هادفة ومستوى وخلال الشهر سجنا لعشر سنوات حتى الوقت مع العائلة التعون لم يكن كافي دائما كان يخرج لذلك شهر أنا لا أعتقد شهر أو 25 شهر ثم التحق بيستجم مرة أخرى ليضحي بعشر سنوات الآن للإشارة أخوتي أنا أستسمح ركنت قراءات اليوم أنا شفت الفيسبوك وكان أعتقد بأن إنسان ريفية ريفية رادرت الفيديو في فيسبوك قد طعن فيه الأخ دينا الأخ الحبيب دينا يوبا أنا سمعت ما كان فهمش ريفية للأسف ولكن عرفت بأن طعن في طعن الأخ يوبا فالناس عافكم يخوتي ريفة ركت فرقوا قد تعرفوا الليف من لبا قد تعرفوا إنسان هذا يوبا شكونا هو إنسان من كم رابعيد عليكم مرة كان يقدر يعيش الحياة دياله وما يسق لكم ويضحي بوقته وبمنامه تل منام دياله بأنه يوجد ويدير فيديوهات وماذا للقضية ديالكم طويا حميد لا غرابة هذا ليس جديد عن الشتب القدح في الأحراف الجمهوريين خاصة يوبا الأخ يوبا لأن الأخ هو مرآة لأن ما وراء يوبا هو من يوجد له الموضوع ماذا يقول هذا يوم صراحة مجموعة مئات من الأحرار الجمهوريين يوجد ميرفات من المواضيع يقدمها أسبوعيا ويفضح هذا النظام ويفضح اقتصادي واجتماعي وسياسي وكوش إذن هذا النوع بحال هذه كلهم خوانا عبيد يعني مدفوعين من طرف المخزن المخزن الآن جزء من الميزانية دي القصر كانت بشير إشهار تجميل يعني وجه دي هذا النظام الهلكية على المستوى على بره وبعض من الميزانية دي القصر كانت بشير الكسمية هذه الخوانا كانت دعمهم ماديين باش يعني هناك البعض اللي صافته باش يكونوا واضحين وراء يسمعني هناك صافتهم النظام كان حر هذا صافت النظام أو المخابرة صافته كلاجئ سياسي وراء الآن موجود كلاجئ وكيسب ليلا ونهارا يوبا والمجموعة يعني الجمهورية دي اليوبا وثانيا تنظيم نار تنظيم نار مواقف دي لورا مواقف تا نحن نحن سوف أخويا نعم شكرا 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 لكم شكرا شكرا أنتم عايشين على الخبز نحن نعيش بالكرمة والإنسانية دينا دينا وسنصب تحية لكل أحرام شكرا جزيلا لكل من يستمع إلى صوت الحرية تحياتي وإلى اللقاء فرصة أخرى شكرا لكم محوطة